الفصل الأول مفهوم ومجالات الثقافة الصحية الوعي الصحي ووسائل تحقيق الثقافة الصحية يرتبط علم الصحة العام بالعلوم الاجتماعية ارتباطاً وصيقاً وهذا ما جعل الكثير من علماء الصحة يعتبرونه علم من العلوم الاجتماعية لذا يجب أن نسأل أنفسنا ما هو تعريف الصحة؟ إذا سألت هذا السؤال لجموع الطلاب فسوف يكون التعريف الأساسي للصحة هو حالة الخلوة من المرض إذن يشعر الإنسان بأن لديه الصحة ولكن هذا تعريف قاصر فهو تعريف للحالة الجسمية فقط ولكن تعريف الصحة هي حالة السلامة والكفاية الجسمية والنفسية والاجتماعية وليست فقط مجرد الخلوة من المرض أو العجز وهذا التعريف الذي عرفته وزارة الصحة العالمية فهي تشمل جميع جوانب الصحة من جسمية ونفسية واجتماعية مفهوم الثقافة الصحية عملية ترجمة الحقائق الصحية المعروفة إلى أنماط سلوكية صحية سليمة على مستوى الفرد والمجتمع وذلك بهدف تغيير الاتجاهات والعادات السلوكية غير السوية وكذلك مساعدة الفرد على اكتساب الخبرات وممارسته للعادات الصحية الصحيحة إذا سألت هذا الشاب هل هناك ضرر من التدخين على الجسم فستكون الإجابة نعم ولكنه لا يستطيع الوقوف عن هذه العادة الصحية العادة الغير صحية ولكن إذا وصل هذا الشاب إلى مفهوم أنه بالفعل سوف يكون هناك تأثير سلبي على صحته وأخذ هذا المفهوم بجدية فإنه سوف يبدأ في التفكير في العدول عن هذه العادة الغير صحية إذا وصل إلى هذا المفهوم فسوف يقوم بالوقوف عن التدخين في هذا مثال فيجب أن نغير من هذه العادات السلوكية بالثقافة الصحية لذا فالثقافة الصحية هي عملية ترجمة الحقائق الصحية المعروفة إلى أنماط سلوكية صحية سليمة على مستوى الفرد والمجتمع حتى تصبح هذه العادات السلوكية الصحية السليمة إسلوب حياة لدى الفرد ولدى المجتمع بهدف تغيير الاتجاهات والعادات السلوكية الغير سوية وكذلك مساعدة الفرد على اكتساب الخبرات وممارسته العادات الصحية الصحيحة ترجمة نانسي قنقر